اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي قدر الموت فجعل فيه عبرة وعظة حتى قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب فانظر هل وجدوا من الموت حصناً وعزاً ومع أنس العشرة وصلوا إلى المصرع الوبيل انظر إليهم هل وجدوا من هذا المصير حجاباً وحرزاً وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً فسبحان الله سبحان ربي تفرَّد بالقهر والإستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أضعاف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصاً للأتقياء وسجناً للأشقياء وحبساً ضيقاً عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة وله الانتقام بالنقم القاهرة وله الحمد والشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وصلاةً وسلاماً على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله ذي المعجزات الظاهرات والآيات الباهرات الذي أرسله الله تعالى فخاطبه بهذا الخطاب إنك ميتٌ وإنهم ميتون وخاطبه بهذا الخطاب أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت عباد الله عليكم بتقوى الله جل جلاله فإن تقوى الله تعالى هي الأمان مما نخاف وهي الأمل فيما نرجو ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليلٍ أو تعيش إلى الفجر عباد الله سبحان الله سبحان ربنا سبحان الخالق الذي قال عن نفسه كل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانك ربنا كتبت على خلقك الفناء وتفردت وحدك بالبقاء سبحانك ربنا قدرت على خلقك الموت وأنت حي باقي لا تموت سبحانك ربنا جعلت لكل كتاب أجلًا جعلت لكل إنسان موعدًا وجعلت ثوابًا أو عقابًا سبحانك ربنا قصرت الأعمار على وقتٍ محددٍ وأنفاسٍ معدودًا سبحانك ربنا جعلت لكل حيٍّ نهاية ولكل إنسانٍ غاية وقتًا معلومًا ورزقًا مقسومًا وقضاءً محتومًا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون كل نفسٍ ذائقة الموت يموت الأبرار ويموت الفجار يموت الصغار ويموت الكبار يموت الفقراء ويموت الأغنياء كل نفسٍ ذائقة الموت فالموت هي الحقيقة التي يُجمِع عليها البشر وهو اليقين الذي لا يشُكون فيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنها الحقيقة الكُبرى كلُّ حيٍّ سيفنع وكلُّ جديدٍ سيبلى ما هي إلا لحظةٌ واحدة في مثل غمضة العين أو لمحة البصر تخرج الروح إلى باريها فيكون الإنسان في عداد الأموات فلانٌ مات يقولون فلان لا يقولون الغنيُّ فلان أو كذا فلانٌ مات كلُّ نفسٍ ذائقة الموت ثم إلينا تُرجعون قدَّر الله تعالى علينا الموت ليُذكِّرنا بقدرته وعظمته قدَّر الله تعالى على البشرية الموت لتيكون الموت أكبر عظةٍ وعبرة فإن النفس لا تلين وهي يعني تعيشها كذا لكنها تلين عندما ترى الموت عندما ينزل الموت بساحة الإنسان فالموت حقٌ واقعٌ ما له من دافع ولكنه الحق المر المكروه والوعد الصادق المبغوض ولن يكره الموت إلا رجلٌ تعلَّق بالدنيا يخشى فراقها شغلته لذاتها أما المؤمن فإنه ذاكرٌ لربه منتظرٌ للموت في أيَّة لحظة إن المؤمنين وحدهم هم الذين يتعظون بالموت ويعتبرون الموت مرحلةً إلى الحياة الأبدية أيها المؤمنون جديرٌ بمن كان الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومُنكرٌ ونكيرٌ جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره القيامة موعده الجنة أو النار مورده ألا يكون له فكرٌ إلا في عِظة الموت يتذكر الموت في كل حين في كل لحظة وللمرء يوم ينقض فيه عمره وقبرٌ ضيِّقٌ فيه يُولَجُو ويلقى نكيرًا بالسؤال ومنكرًا يسومان بالتنكير من يتلجلج إن المؤمن يتَّعِظُ بموت الملوك كما يتَّعِظُ بموت عامة الناس فيجعل الموت عِظةً وعِبراً مُرَّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فقال مُستريحٌ ومُستراحٌ منه قالوا يا رسول الله ما المُستريحُ وما المُستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها إلى رحمة الله والعبد الفاجر أو الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر مُستريحٌ ومُستراحٌ منه ومرَّ عليه بجنازة رجلٍ من أهل الأرض نصراني فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنه يهودي من أهل الأرض يعني بأهل الذِّمَّة قال أوليست نفسًا؟ أوليست نفسًا تستحقُّ أن يقف الإنسان عندها يتَّعِذُ ويَعتَبِر إن الموت عِظةٌ وعِبرةٌ للخلائق أجمعين وللمؤمنين خاصةً ولذلك يقول عز وجل إنك ميِّتٌ وإنهم ميِّتون فالله تبارك وتعالى هو الذي يبقى وحده كل شيءٍ هالِكٌ إلا وجهًا عباد الله وافت المنية الملكة الإيزريف الثانية ملكة بريطانيا أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على عرش الملك في قلعتها بالمورال عن عمرٍ يناهز ستة وتسعين عاماً يعني زهاء المئة سنة قر من الزمان ملكةٌ بقيت سبعين عاماً في عرشها وفي ملكها من سنة ألف وتسعمية اثنين وخمسين وهي في ذلك الملك يعني السودان نال استقلاله بعد أن كانت ملكةً بثلاث سنوات سنة ستة وخمسين كان استقلال السودان رأيتم أيها الناس قصرها الكبير المنيفة الوسيع ولكنها ستنتقل إلى مكانٍ ضيِّقٍ مثل ما ينتقل الفقير المُعدِم أين مُلكُها أين مالُها أين ثروتُها إن الملك الصالح هو الذي يتعظ بمثل هذا الفراق هارون الرشيد رحمه الله ذلك الملك العظيم ذلك الخليفة الذي كان يُخاطِبُ السماء في عِزِّ أهل الإسلام ويقول لها أيَّتُها السحابة أمطِرِي حيثُ شئتِ فسيأتيني خراجُك إن شاء الله كان يشعُرُ ذلك وهو يعني يملكُ الدنيا شرقًا وغربًا يملكُ أطرافَ الأرض لما نام على فراش الموت بكَى هارون الرشيد وقالَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةٌ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ ثم قال لمن حوله أُريدُ أن أرى قبري الذي سأُدفن فيه فحملوه إلى قبره وهو يتحامل على نفسه في مرضه فنظر إلى القبر ثم بكَى ورفع رأسه إلى السماء وقالَ يَا مَنْ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ إِرْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ يَا مَنْ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ إِرْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ هُنالك أدرك هذا الملك هذا الخليفة أن الملك والمال لا يدومان وأن العز والجاه والسلطان لا ينفع في سكرات الموت ولا ينفع المرأة إلا عمله لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذه اللحظات فليعمل العاملون انظر إلى آخر نزل به الموت من العباد الزاهدين عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال يا بني لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لقد كان الصالحون يستعدون لمثل هذا كان عبد الله بن عمر دائما يقول لنفسه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وفي بعض الروايات وعد نفسك في الموتى إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا كل بن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول انظر إليهم إلى أطبائها هذه الملكة ينظرون إليها لا يجدون حيلة لإرجاع روحها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي مجزيين ترجعونها تحدي من الله تحدي من الله أن يفلح الأطباء والفريق الطبي بكل ما يملكه من إمكانيات أن يبقي هذه الروح وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه ولكن شتان بين ميت وميت فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نايم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميل وتصلية جحيل هذه الملكة التي ماتت هل كانت سعيدة غاية السعادة في كل أيامها وفي كل عيشها كلا فإنها كسائر الناس وجدت الأتراح والأفراح وجدت ما ينقص عليها حياتها هكذا هي الدنيا وإن صفت لأناس فإنها تكدر عليهم ذلك الصف بما في هذه الدنيا من الأنكاد يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدحا فملاقيه فكم حزنت وكم اضطربت وكم وكم هذه الملكة التي عاشت فنظرت إلى دولتها وهي تستعمر المستعمرات وهي تخوض الحروب وهي تعتدي على الدول كما حصل في غزو العراق ومشاركة بريطانيا في غزو أفغانستان وغيرها هذه الملكة التي كانت تأمر وتنهى والتي كانت تتبوأ مقعدا ومكانة هذه الملكة ترحل عن هذه الدنيا إلى الله جل وعلا ملك الملوك الذي سيجمع الملوك يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم فيقول الله تعالى لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأنهم في عداد الأموات ويجيب نفسه جل وعلا لله لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويود المال والولد يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغني عن هرمز يوما خزائله والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطة من كل أوب إليها راكب يفد حوض هناك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد إخوة الإيمان علينا أن نأخذ العظة والعبرة وعلينا أن ندرك بأن هذه الدنيا كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار المستقبل والقرار والاستقرار ليس في هذه الدنيا وإنما القرار والاستقرار في الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نسأل الله تعالى أن نكون منهم أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وصلاة وسلام على خاتم أنبيائه وخير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كما نتعظ بالموت فإننا نتعظ بالحال في أخذ العبرة والعظة من السنن الإلهية ماتت الملكة فلا اضطراب ولا خلاف وإنما ينتقل الملك بعد ذلك بصورة سلسة إلى ابنها استطاع البريطانيون أن يجدوا خطة لكي يقعدوا ما يرونه من قواعد العجل فاستمر ملكهم واستمر حكمهم وهذه مسألة راجعة إلى السنة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله ينصر الدولة الكافرة إن الله لا ينصر الدولة المسلمة إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الظالمة وإن كانت مسلمة فإذا حقق الدولة ما نوعا من العدل أو العدل بين الرعية وساروا إلى خطة عدل فإنهم يدوم حكمهم وملكهم أما إذا اضطربوا فيما بينهم وتخاصموا على الحكم في أحزابهم وفي تكتلاتهم كل حزب بما لديهم فرحون وكل يريد أن ينقض على الحكم من أجل أن ينال عسل الحكم فإن هؤلاء لا يكون لهم أمر رشد ولا يقع منهم وفاق أبدا ما داموا أنهم لم يصلوا إلى خطة سواء فإذا كان هؤلاء الكفر يصلون بعقولهم إلى أمر يجمعهم من أجل حكم يقيم العدل فيما بينهم أفلا يستطيع أهل الإسلام وهم أهل العدل الذي قال الله عنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة أفلا نستطيع أن نصل إلى خطة سواء لنقيم العدل الأعظم الذي بشرنا الله تعالى به فلا عدل إلا عدل الإسلام عدل الإسلام هو العدل الأعظم أفلا يستطيع المسلمون في بلدي السودان اليوم أن يصلوا إلى خطة سواء من أجل أن يقروا حكم العدل وحكم القصط ليهنأ الناس بحكم رشيد وليعيش حياة الكرامة بدلا من المذلة والمهانة بدلا من الاضطراب وسفك الدماء والخصومات التي لا طائل من ورائها فكما ننظر في الموت ننظر أيضا كذلك في الجانب الآخر لأخذ العظة والعبرة أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا إلى ما يحب ويرضى وأن ينزل علينا رحمة من عنده يجمع بها شملنا ويلم بها شعثنا ويصرف بها عنا كل سوء اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم فك أسر المأسورين واقضي الدين عن المدينين وارحم موتانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا شر شرارنا اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين المرابطين في بيت المقدس وفلسطين اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم كل إخواننا في تركستان الشرقية وفي بورما وفي كل أرض يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر